دعاؤك سيصعد إلى السماء سيصعد إلى السماء و هو سيُعرض على الله سيُعرض على الله لكن ليس السؤال هل سيصعد أم لا سيُعرض أم لا السؤال هل دعاؤك قوي بما يكفي لأن يستجاب أم لا بعض الأدعية كامل مفترض أن تستجاب و لكن صاحبها فعل بعض الأشياء التي ما كان لها داعي والله فتوقفت الإجابة خسارة الدعاء كان كامل أركان لكن خطأاً واحداً قتل كل شيء معلأسف مثل ماذا؟ مثل يأس يدعو الإنسان يدعو 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 ما رأى إجابة؟ ما رأى إجابة خلاص ترك الدعاء لماذا؟ يقول دعوت فما استجيب لي حرم عليك الإجابة كانت قريبة لماذا يأست؟ اليأس أوقف تنفيذ الإجابة ثم من قال لك أن الدعاء ما استجيب؟ ربما استجيب و وضع مع الدعوات المستجابة و هو فقط بانتظار التوقيت الأفضل للتنفيذ فالله عزه هو الذي يختار التوقيت و اختيار التوقيت يحتاج إلى تدبير اختيار التوقيت المناسب أهم عند الله من تعجيل تنفيذ الإجابة فإذا كانت هناك حكمة من تأخير الإجابة فإنها تؤخر كائناً من كان هذا الذي دعه و لو كان نبياً قد تقولي لكن أنا دعوت بشيء من الخير نعم إذا كنت تريد شيئاً من الخير فإن الله تعالى يريد أشياء من الخير عندما يختار التوقيت سبحانه لماذا؟ لأنه هو الخير فهونا على نفسك لا تستعجل الإجابة حتى ما تهدم سنوات كثيرة جمعتها بسبب لحظة ضعف زاد الضبط النفسي عليك فانفجرت و قلت ما استجيب لي؟ قال صلى الله عليه و علاية سلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجاب